اشتركوا في القناة في القناة والحد من الاضطرابات التي تنال من وحدة العلاقات الأسرية الآتية من رياح التطور المتسارع لإيقاع الحياة بصورة غير مسبوقة مركز مهني سيتوجه نحو تقديم جملة من الخدمات الاستشارية للأسر التي تعاني وتنظيم عدد من البرامج التدريبية التي تضع يدها على الجوانب النفسية والأسرية والاجتماعية هناك زيادة وتطور نوعي يحصل في مجال افتتاح بعض المراكز المتخصصة التي تقوم بمبادرات وإسهام من القطاع الخاص نفسه ومن جمعيات النفع العام مثل جمعيات الاجتماعيين البحرينية أو من قبل شركة فاروق المؤيد أو شركات وجهاء لهم خبرة طويلة في تقديم العمل الخير لمجتمع البحرين نحن الحقيقة نتشرف بالشراكة الاجتماعية وبأن هذه المراكز هي موجودة اليوم وتقدم خدمات أفضل للإسرة وخدمات أفضل لدول إعاقة وخدمات أفضل لكل دول احتياجات الخاصة بالنسبة لجمعية الاجتماعيين البحرينية هي الآن بعد مرور 38 عام على تأسيسها بعد الدراسات واللقاءات والمؤتمرات وجدت أنه من الضروري أن يكون لها هذا المركز مركز مودة للاستشارات الأسرية لكي تنزل إلى الميدان وتعالج وترصد المشكلات الاجتماعية للأسر العمل على بناء الأسرة واستقرارها والتقليل من التفكك والمشاكل الأسرية بالإضافة إلى حل المشاكل التربوية التي تعني بشؤون الأبناء والمشاكل الأسرية بعدما تم الإفساح عن هوية مركز جديد يضاف إلى سجل العديد من المراكز الاجتماعية التي تعنى بالأسرة والسعي الجاد لضمان استقرارها وتماسكها جاء الإعلان عن افتتاح وحدة خاصة تتكفل بتقديم الرعاية المثلى لأطفال الشلل الدماغي كفئة تحتاج إلى تكاتف الجميع للوقوف إلى جانبها بالشكل الذي يلائم وضعها الخاص فعالية الدور المجتمعي وحقيقة ما يقوم به من مبادرات برعا في تبنيها القطاع الأهلي أسهمتا في قيام وحدة متكاملة تتعلق بعلاج الأطفال المصابين بالشلل الدماغي عبر توفير بيئة خاصة لهم تساعدهم على تحسين أوضاعهم الجسدية وعمل برامج تأهلية للنهوض بواقعهم الصحي هذه أحد المبادرات اللي دائما نقوم فيها لخدمة المجتمع وخصوصا اللي محتاج وإن شاء الله هذه تأدي إلى نموها الأطفال بالشكل طبيعي أكثر ومساعدتهم في التغلب على الإعاقة اللي فيهم أخيل لو هؤلاء الأطفال مثلا أخذوهم وودوهم للمراكز الخاصة فطبعا بيكلفهم الكثير وهما ما عندهم غير هالطفل عندهم أطفال ثانية يعني أصحاء يعتنون فيهم فهذه كلها عبء على الأهل فبالتالي نخفف ونسهم جزء من العبء أولياء الأمور وبالتالي نخليهم يتحسنون جسديا الجهد يحتاج طبعا مساعدتنا نحن معهم ولا أثر كبير أنا أشوفه يعني لأن العلاج الطبيعي خارج هذا المركز يكلف كثير فهذه طبعا مبلغ رمزي والقائمين عليه ما يقصرون تجارب متلالئة سجلت نفسها في خانة المجال التنموي فهي من عكست طبيعة الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي عبر تنفيذ العديد من المبادرات الناصعة التي تهدف إلى تقديم الخدمات والإمكانات كافة للفئات المستهدفة من أجل النهوض بالأسر البحرينية اقتصاديا واجتماعيا لتلفزيون البحرين محمد رشيدات